الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموله أما بعد فهذا هو الدرس الثاني في الوحدة الثانية تكلمنا في الدرس الأول عن أقسام المنطق ذكرنا أن المنطق ينقسم إلى تصور وتصديق وعرفنا كل منهما ثم تكلمنا بعد ذلك فيما يتعلق بالتصور والتصديق إلى أن كل منهما ينقسم إلى علم حصولي تصور حصولي وتصديق حصولي وتصور حضوري وتصديق حضوري وذكرنا بعد ذلك أن هناك أسباب تؤثر على تفاوت الناس في معرفة التصور الحضوري الحصولي والتصديق الحصولي أيضا ذكرنا أربعة منها ثم ختمنا ذلك الدرس بذكر أقسام مبادئ التصور ومقدماته ومبادئ التصديق ومقدماته وفي هذا الدرس نتكلم عن المدركات الذينية باعتبار أن الإدراك هو أحد أجزاء العملية التي يتم بها التصور والتصديق فإن التصور يتم بإدراك المفردات والتصديق يتم بإدراك النسبة بين المفردات لبعضها حتى تحصل الجمل والتراكيب والآن نتكلم عن ذلك الإدراك كيف يتم وكيف تحصل المدركات الذينية للإنسان عندما نولد تكون أذهاننا خالية من أي معلومات أو مدركات ثم تبدأ المعلومات تنساب إلى أذهاننا سيابا فمن أين أتى تلك المدركات والمعلومات؟ يمكن أن نجعل ذلك من خلال ثلاث طرق الطريقة الأولى هي الحواس الخمس الظاهرة وقد تكون الحواس سليمة فتنقل نقرا صحيحا وقد تكون عائلة أو مختلة فتنقل نقرا خاطئا أو مشوها وبقدر ما في الحاسة من علة أو اختلال أو نقص يحصل النقص في تلك المعلومة أو في ذلك المدرك الذهني الثاني من طرق التي تحصل بها المعلومات إلى الأذهان هو المشاعر الوجدانية الداخلية والأحاسيس هذه المشاعر تنقل إلى أذهاننا ما نحس به في داخلنا من وجدانيات كاللذة والألم والحب والكراهية والحقد والحسد وغيرها فكما أن الأولى الطريق الأول هو الحواس الخمس ينقل الأشياء الخارجية هذه تنقل الأشياء الداخلية إلا أن الأحكام في هذا الصنف أحكام ذاتية بحتة لا نستطيع أن نعممها فإذا قال إنسان مثلا أن الناس يكرهونني فهل نستطيع أن نحكم بحكم أن الناس فعلا يكرهونه أم أنه مشاعر خاصة وأنه حكم ذاتي صدر منه أبدا هو حكم ذاتي وقد تكون هذه المشاعر موضوعية وذلك حينما تتفق مع مشاعر الآخرين إذا وجدنا الناس فعلا كذلك أنهم يكرهون هذا الشخص أو يحبونه ويتوافق ذلك توافقا تاما يكون الحكمها هنا صحيحا الطريق الثاني من طرق معرفة المدركات الذهنية أو النقل معلومات إلى ذهن الإنسان هو ما يتم عن طريق الأخبار التي تصف لنا ما يتوصل إليه المخبرون من معارف سواء كان موافقا للواقع أو مخالفا له إن كان موافقا سمي صادقا وإن كان مخالفا سمي كاذبا لكن كل من هذه تصل إلى الذهن وهذه المدركات الذهنية إما أن تكون مجرد مفردات منبثة تقع صورتها في الذهن دون أن يحكم الذهن بإثبات أو نفي لعلاقات بينها فتسمى تصورات وإما أن تكون هذه المفردات الواقعة صورتها في الذهن قد حكم الذهن بإثبات أو نفي علاقة بينها سواء كان مصيبا في الحكم أو مخطئا إن كان مصيبا سمي صادقا وإن كان مخطئا سمي كاذبا وسواء وصل درجة الجزم أو لم يصل فتسمى هذه تصديقات والله أعلم